من بذور الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها في الكرة الأرضية كاملة بذرة العدالة اللي هي أساس كل بذور الخير تعالوا اليوم نتعرف على العدالة في الإسلام ونتكلم كمان عن المساواة ومرحبا بكم في برنامج بذور الخير هو العدالة معناها المساواة وهيك ببال الناس عشان هيك أنا بضحك كثير لما أقول نطالب بالعدالة والمساواة على فكرة العدالة والمساواة كل واحد يشكل تعالوا خلنفع معنا العدالة اللي ربنا حطها سبحانه وتعالى هو إيش معنى العدالة العدالة معناها أن تعطي لكل ذي حق حقه يعني كل واحد تعطي الحق لإله يعني واحد عنده ولد وبنت العدالة الولد له لباس معين والبنت لها لباس معين لكن المساواة يلبس الولد فسطان ويلبس البنت فسطان أو يلبس الولد بدله ويلبس البنت بدله هذا اسمه سواة لكن العدالة أن تعطي لكل ذي حق حقه واحد عنده ابن في الجامعة وعنده ابن بصف أول العدالة أعطي لولد اللي موجود في الجامعة مصروف يتناسب مع جامعته وأعطي للطفل اللي بصف أول مصروف يتناسب مع مدرسته لأن لو أعطيت الولد الصغير كما أعطي الكبير راح يكون عندي إرهاق مادي وأفسده ولو أعطيت الكبير كما أعطي الصغير بكون ضيقت عليه طب والصح لا الصح أعطي لكل ذي حق حقه العدالة أنه كل واحد يلبس الجاكيت اللي بناسب مقاسه طب والمساواة لا كلهم يلبس 52 مثلا فالكبير والصغير كلنا تلاقي واحد ناصح وجاكيته عام له ليش المساواة مثلا والواحد جسمه صغير والجاكيت عام له فيه زيك خير إن شاء الله ليش جاكيتك كبير مساواة لا بنفعش العدالة أن تعطي لكل ذي حق حقه ولذلك دين الإسلام كله كل الإسلام لو واحد قال له تعال اعطيني بؤرة الإسلام عارش يعني بؤرة الإسلام لما بنرسم إحنا دائرة الدائرة في لها بؤرة في لها نقطة ارتكاز كل الإسلام كل الإسلام بالعقائد بالشرائع بالفقه بالمعاملات بالزواج بالطلق كل الإسلام يقوم على نقطة واحدة شو سمعه العدالة حتى في التوحيد يعني ليش نعبد الله لأنه خلقنا فمش معقول الله خلق وأعبد غيره يعني بخلاص الموضوع خلاص الموضوع اللي خلق بنعبد سبحانه وتعالى مدام هو اللي خلقني ورزقني فلازم أعبده سبحانه وتعالى لما أحكي عن الزكاة ليش فيها عدالة أيو لأنه أنا جنيت المال وهذا المال المجتمع شاركني في اكتسابي وانا منين تأجرت من المجتمع فرجع جزء على فقراء المجتمع وعلى فكرة فقراء المجتمع رح يصرفوا المال فيعودوا إلى أغنيائهم مرة أخرى فالما قاعد بتحرك الصيام عدالة الزكاة عدالة الحج عدالة كل الإسلام عدالة لو بحثت في أحكام المعاملات الإسلامية اللي هي 32 باب اللي هي البيع والكفالة والوكالة والرهن والإجارة والجعلة كل أحكام المعاملات كلها بتدور على كلمة واحدة عدالة عشان هيك أعطيك بس مثال لو أجيت أستأجر بيت كم متأجرني البيت هذا قال بأجرك ياه بالمبلغ الفلان بأجرك ياه بالعشر آلاف تمام قال لي بأجرك ياه بالعشر آلاف لكن بشرط بتبيعني سيارتك أنت قاعد تضغط علي بضغط عليك إذا ما فيش عدالة إذن الإجارة باطلة تخيل لأنك دخلت عقدي بعقد استخدمت عقدا للضغط على عقد آخر وزيها كمان مع الله عز وجل لو إنسان أكره على الكفر حطوا السلاح على رقبته يبتطلع من دينك أو تقتل فخرج من دينه الله شو قال إلا من أكره وقلبه مطمئنهم بالإيمان مش محسوب مع اللي خرجوا من الدين طب واعكسها حطينا سلاح على راس واحد قلنا له أنطق بالشاهدتين الآن يلا أنطق بالشاهدتين وراح قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإلا أنتم عاوزينه إحنا منمشي فيه إسلامه مقبول لا مش مقبول السبب ما فيش عدالة لأنه مكره لأنه الدين يبحث أن تكون حريتك كاملة في التعاقد وحريتك كامل في التملك وحريتك كامل في المجتمع هذا اسمه عدالة ولذلك العدالة إحنا قلنا العدل أساس الملك مش معناته المساواة لا معناته أن تعطي لكل ذي حق حقه فقل لك ثلاثة لا يستحيا من خدمتهم عدالة ثلاثة لا يستحيا من خدمتهم لأنها عدالة منهم رقم واحد الأب مهما كنت أنت أنا وزير أنا سفير أنا شو ما أكون في الحياة والدي إنسان من عامة الناس لا يستحيا من خدمة أبوك تقوم تبوس على رجل والدك قدام الناس وتقهوي أبوك وتخدم أبوك وتفتح الباب لأبوك هذا عدالة لأنه كان سببا في وجودك فلا يجوز أن تكون سببا في إهانته عدالة بش هو كان سبب في وجودي آه بصيش أكون سبب في إهانته فخدمة الوالد تخيل مهما كنت بالعكس أنت بتكبر قدام الناس هذا اسمه عدالة خدمة الوالد والعلماء قد يكون واحد من العلماء أصغر مني سنا أيها لكن أنا أخدمه لعلمه يعني هو عبارة عن وعاء من العلم هو عبارة عن وعاء لهذا العلم فخدمتنا لعلمائنا إنما هي خدمة للعلوم التي قاموا بها علوم يعني قصدك علوم الشريعة لا لا علوم الفيزياء والرياضيات وكل العلوم لأن الله أودع في الدنيا قوانين كونية وقوانين دينية والثنتين من الله عز وجل فبعضنا ماهر في القوانين الدينية وفي بعضنا ماهر في القوانين الكونية شو القوانين الكونية؟ والله مخرج تلفزيوني يا سلام آه طبعا لازم احترمك لأن الله أعطاك من العلوم كيف تخرج هذه الصورة وفلان عالم فيزياء وفلان عالم الرياضيات وفلان عالم تصوير وفلان عالم فلك وفلان خبير عسكري وفلان خبير اقتصادي وفلان خبير سياسي هؤلاء خدمتهم لا تعيبنا حتى لو كان أصغر مني سنا حتى لو كان أصغر مني سنا لما الجيش المصري الله يحفظهم جميعا قطع خط بارليف في حرب 73 وكانت السواتر الرملية ما بينهم وبين أعداؤهم في ذلك الوقت في سنة 73 كان السواتر الرملية لا بنفع فيها مدفعية ولا بنفع فيها صواريخ فيجي شاب ملازم لسه جديد بتخرج وقال أن عندي فكرة شو الفكرة نركب مضخات مي على قناة السويس ونضخ على الرمل الرمل بذوب كانت الفكرة كلها مش من ضابط كبير فتح الله فيها على إنسان لسهاته في بداية حياته لكن ربنا فتح عليه موجود في القرآن أو موجود في القرآن وين موجود في القرآن لما يجي يتقاض عن سيدنا داود الخصمين إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة وكان يجي يتقاض عن سيدنا داود فمرة جاء اثنين يتقاض عن سيدنا داود يجي اثنين يتقاض عن سيدنا داود سيدنا داود ساكت مش عارف الحل ربنا قال ففهمناها سليمان سليمان طفل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلمه لكن هاي المسألة فهمناها لا سليمان فسيدنا سليمان استأذن من أبيه قال له تسمح لي أحكي قال له تفضل قال له القضاء فيها واحد اثنين ثلاث فطبق قضاء سليمان مع انه سليمان الأصغر إذن الوالدين واثنين العلماء علماءنا في المجتمعات لا يستحيا من خدمتهم عدالة والثالث الأمراء مؤمير بلدي قد يكون أنا أكبر منه سنا وقد يكون حديثا في سنه لكن احترام كبراء البلد من أمراءنا من شيوخنا من وجهاءنا من علية القوم من شيوخ عشائرنا كل هؤلاء الملوك رؤساء احترامهم عدالة لأن الله عز وجل ملكهم يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء هذا كل اسمه عدالة العدالة أن تعطي لكل ذي حق حقه عشان هيك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في ناس راح يزعل وقولك لا إن منهم ظلامنا وإنهم غاشمون طب اصبر شوي خل نسمع كلام النبي الأول عشان من العدالة نسمع النبي عليه الصلاة والسلام بعث برسالة إلى كسرة مين كسرة؟ ملك الفرس يعني مسلم؟ لا وله رقل ملك الروم يعني مسلم؟ لا وإلى المقوقس ملك مصر يعني مسلم؟ لا وإلى النجاشي ملك الحبشة يعني مسلم؟ لا كان لسماء أسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرة أيوة عظيم الفرس أنزلوا الناس منازلهم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم مصر إلى النجاشي عظيم الحبشة شو اسمه؟ اسمه عدالة العدالة أن نعطي لكل ذي حق حقه نعطي للأب حقه في البيت احتراما وتقديرا ونعطي للأم حقها في البيت احتراما وتقديرا العدالة أن أعطي لزوجتي حقها في الحنية والاحترام والإكرام والإجلال ويسلم إيديك وشكرا على الطبيق لطبختي وشكرا على البيت اللي رتبتيه العدالة الزوجة تعطي حق لزوجك حاضر يا أبو فلان ما أكسر له كلمة ولا أخيب له نظرة ولا أبره في يمينه وإذا نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن أقسم عليها أبرت حقوق أعطي لكل واحد حقه شو هذا اسمه؟ اسمه العدالة العدالة إن يكون عندي أولاد فأنشئهم على القيم الصحة التي لا تتغير مع الزمن ويكون عندي بنت فأنشئها التنشئ الصحيحة العدالة مش معناها كبت حرية العدالة معناها أن تنتهي حريتك عندما تبدأ حريت الآخرين هذا اسمه عدالة وربنا بيقول سبحانه وتعالى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُوا قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ هو حر هو اللي ظلم نفسه بينه بين الله ظلم نفسه لكن أنا بني اسمه لي وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُوا بُغْضُوا قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هو أقرب للتقوى دينك في عدالتك إلى أن ألتق بكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا